أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام نسمحوا لنا في بداية حلقة نرحب بضيفين معنا في السدر الأستاذ محمد القداد يلك كاتب الصحفي والنقدي والمؤرخ العزيز علينا أبو سطام أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا فيكم مرحبا وبغيرك العزيز والأخوة المشاهدين والمستمعين طولت علينا أبو سطام والله عاد انت عارف يعني ما يخفاك أهلا وسهلا فيك الله يسهلا أبو أحمد رئيس سعيد جدا بالأستاذ أبو سطام الله يسهلا وسعيد أيضا بالعودة غيبة لك أنا غيبة تعرف أنت الظرف كنا في البحرية مع المنتخب وأنا دائما مثل ما اتفقنا كل سبعين طلع مرة حياك الله أبو أحمد وهذا طبعا بالاتفاق معكم لا 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 لازم نكون خفيفين على المشاهدين ويا الله بعد والله يستر من الردود الفلي تعرفها دائما لكن إن شاء الله نكون دائما أهلا وسهلا فيك يعني تشرف دائما بصراحة برنامج إحنا جزء مننا الله يخليكم والله يخليكم والله يخليكم والله يخليكم رح نبدأ في موضوعين مهمين موضوع اتحاد البلياردو سنوكر وموضوع المكالمة السيئة جدا التي انتشرت اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي عن الكابتن فهد الرايفي وياسر قاحتان رح نبدأ أولا في موضوع اتحاد السنوكر تم تمديد عمل إدارة التحقيق أو إدارة الشؤون القانونية لمدة عشرة أيام إضافية يبدو أنه هناك أشياء ممكن تنكشف في خلال العشرة أيام القادمة قدموا لأخوان في الإدارة القانونية مبرراتهم للرئيس العام لرعاية الشباب قبلها ويبدو أنه رأى في مصلحة من هذا التمديد نحن معه نحن معه أنه التحقيق يأخذ كامل الوقت والإجراءات بس ما يطول يعني من شاء الله ما يطول نحن كنا نفرض اليوم نقول باقي يوم واحد رح نضطر نغير على الشاشة ونقول باقي عشرة أيام يبقى 11 يوم معناته لماذا؟ من اليوم تبدأ عشرة أيام تقول باقي يوم واحد لا هم قد عشرة أيام إضافية أو عشرة أيام من اليوم من نهاية الفترة عطهم يوم زيادة من نهاية الفترة طيب يعني باقي 11 يوم طيب يبقى 11 يوم بعد الفاصل يصير باقي عشرة أيام ندخل في اليوم الجديد باقي 11 يوم يغيرونها الشباب لو سمحتم على الشاشة ونشوف نتيجة التحقيق هل هي معنايف لعب السنوكر العالمي ولا مع اتحاد البليارد والسنوكر هم اللي معاهم الحق لكن واضح من طلب التمديد أنه فيها أشياء جديدة قاعدة تنكشف يبدو أن المسألة فيها جذوي أبو سطان أبدأ لك بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً هذه القضية احتلت اهتمام خاص فيما يبدو وعلى ضوء البيان الصادر اليوم زيما تفضلت من سمور رئيس العام الأمين النواف بن فيصل ولد الرياضيين عامة ولا أدل من ذلك موضوع التمديد أنا شخصياً ما أنزعش من موضوع التمديد بالعكس أنا أشكر سمو الأمير على موافقته على التمديد أشكر لجنة النظر في هذه القضية على أنها مددت هذا يعطيني مؤشر أساسي أنه زي ما تفضلت قد يكون هناك أشياء جديدة أشياء جديدة تحتاج بحث لا ننسى في عندنا مسألة في غاية الأهمية أنا اطلعت على الحلقتين التي أجريتها حضرتك مع اللاعب نايف الجعويني لحظت كما لاحظ أغلب المشاهدين أن أغلب القضايا تمتد من عهد الأمير فيصل بن فهد رحمة الله عليه يعني بعضها أو غالبيتها من 15 سنة جزء أكبر في تلك المرحلة كان جزء آخر أقل في عهد الأمير سلطان بن فهد يمكن موضوع واحد أو كذا هو فقط قبل أربع سنوات فإذا نحن قاعدين نحكي وعذرا ترى نتخصصي قانون عشان كذا أبقى أحكي شوية في هذه المسألة نحكي أبوه مسطح نحن قاعدين نحكي في مسألة تحتاج إلى أوراق وإلى إثباتات المسألة ليست مسألة ادعاء أنا عجبني ضيفك مساعد العبدالي كان عندك هنا في واحدة من ليالي وعلق على هذه القضية وعجبني حقيقة استشهاده أولا عقله ثانيا استشهاده بالقصة المروية عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء له واحد وقال له أنا عيني مفقوعة قال له انتظر خلال نشوف الثاني اللي يطلع عيونة ثانية مفقع فإذا قضية هذه تحتاج شيء من التأني تحتاج عدالة وهذا هو اللي نحن نترجع الحقيقة من اللجنة اللي تنظر هذه القضية ومن قبل ومن بعد من سؤول أمير نواف من فيصل الذي لم يتخذ مثل هذا القرار إلا تبعا للمعطيات التي ظهرت يعني أنا الآن تسألني عن ورقة عندي صغيرة يمكن قبل أسبوع أحتاج وقت لأنا أبحث عنها وأنا مكتبي صغير فما بالك بقضية له على البال وله على الخاطر متجذرة متعددة الأوجه لأنه النايف الجعوي لمن جاء رمى سهامه في كل حدب وصوب ما ترك لا شاردة ولا واردة لكن أنا شخصيا لو سألتني اللي أثارني وأنا حقيقة لستم مع الاتحاد ولستم مع نايف أنا أبحث عن حقيقة ولكن أثير علامات استفهام وتساؤلات غالب ما السند إليه قصصات صحفية وهذه إشكالية لاحظت أن يقول سمعت قالوا ما أدري إيه الشغلات يعني تحتاج إلى سند وتحتاج إلى توثيق وتحتاج إلى بينات وعندما ينظر أي قانوني أو أي قاضي أو أي حاكم يحكم في قضية من هذا النوع لا يمكن تحت أي حالة من الحالات يحكم على قصات صحفية أو على أنه قالوا لي ولا أسمعت منهم ولا أنا كنت متوقع بس يقدر يستدعي اللي أنا أتكلم عنهم لما أقول أبو سطعم إيه لمن يستدعي ما ليش أنا لما أقول أبو سطعم أخل أو اسمح لي أقول سرق وهو رجل يعمل في مكان رسمي وأروح أقول للشخص المسؤول عن أبو سطعم أبو سطعم يسرق يعني أله وما عندي دليل مثلا أخل ترك العجمة يسرق ألف وأبو سطعم هو المسؤول ترك العجمة يسرق لا تكرم لا ما مشكلة أنا تكلم على مثال ألف أحسن أعرف مثال أحسن وقلت لك ترك العجمة يسرق على الأقل تبقى تفتح وراك ترك العجمة وتشوف حسنا رجل عندي ولهذا أنا أتوقع أنه مسألة العشرة أيام الإضافية هذه إلا ما يفتح فيها ملفات قديمة إلا ما تطلب ملفات قديمة إلا ما يستعان بشهود تلك المرحلة لن ننسى مسألة مهمة أنه اتحاد البليارد وسنوكر ما كان موجود في الفترات اللي هو كان بيحكي عنها هو كان جزء من اتحاد الترويح والرياضة للجميع وهذا يعني وتغير مسمى أصبحت الرياضة للجميع وخرجت منه عدة اتحادات أخرى فعلى كل حال اللاعب له حق الادعاء وعليه يقع عاتق الإثبات وهناك لجنة تنظر في كل ما قدم وسيقدم اللي نحن نرجوه حقيقة أن العدالة تصوب في مكانها الصحيح إن كان لللاعب حق يجب أن ينصف فيه إذا لم يكن له حق يجب أن ينصف الاتحاد ورئيس الاتحاد ويعاقب اللاعب وهذا اللي ندور شاهد كيف ندور أنه يعاقب مختب ومقصل أنا عندي حقيقة رسالة أيضا للأخوان اللاعب الآخرين لا ننسى الآن أنه هناك في نظام يتعلق بشيء اسمه الدعاوة الكيدية لو ظهر في هذه القضية أو في أي قضية قادمة أخرى في أي مجال من مجالات الادعاء في أعمال الدولة فمعناته لن يترك الأمر كما هو مفتوح بحيث يتاح لأي واحد أن يلقى التهم جزافا اللي ما يملك دليل قطعي على الأقل يوضح هذه المسألة ويقول أنها شكوك ويعالجها بطريقة صحيحة لكن ما يظهر على الإعلام ويحكي بشكل مفتوح ويوسيء لأنه نحن نحكي عن الاتحاد الاتحاد ليس شخص واحد في سبعة في تسعة في خمسة أنا أقول لك شيء وأتمنى أنه كمان ما يفهم من كلامك لا 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 لن يقول شيء لا أقل للناس أنت تتكلم تخلينا نوضح أمر للناس أنه لا يفهم من كلامك بسطة طعم لا يحمل الإحوال أنه ترى اللي شايف شيء غلط اسكت ترى لو ما تترى فيه شيء كيدي إحنا نقول أنه فيه قانون للدعاة الكيدية وفيه قانون للفساد ويجب أن يعاقب المخدر إن كان نايف بغير نظر عنه أنا أريد أن أغغير نظر أنا أريد أن أفتح النظر على قضية نايف واتحاد السنوكر إذا الحق مع نايف يجب أن ينصف ويعاقب الاتحاد بقانون الفساد وإذا كان الحق مع اتحاد السنوكر والخطأ على نايف يجب أن يعاقب نايف بقانون الدعاوة الكيدية صح أو لا؟ نعم أنا أقول لك كلمة واحدة الآن بما أن الأمير النواف مدد العشر أيام إذن إن شاء الله وقد ذكر في البيانة هي الأخيرة لن يكون هناك تمديد آخر فهذه مسألة في غاية الأهمية إذن الجماعة اقتربوا من الوصول الحقيقة وإن شاء الله الموضوع أعلن عبر برنامجكم وحيكون لكم الحظ أكيد في إعلان النتيجة أبو أحمد أولا يعني يشكر أو يثمن لكم معناه صح ثقة أنه في واحد يأتي ويطرح قضيته عن طريق برنامجك ويختار بنفسه هذا بحد ذاته شيء جميل أنه يختار برنامج لقيمته وله بعيد طعم تعيبا في برنامج أخرى لكنه بنفسه اختار هذا البرنامج نقطة ثانية تذكرنا في السابق كان إذا حدثت قضية بالذات في قرات القدم يمكننا استشهد بها دائما عندما شطبت إدارة نادي الجبلين بظلم مباشرة على الهوى اتخذ قرار بناء على خطأ إداري في البلعب في مباراة مهمة وشطبت الإدارة كان رئيس النادي موجود في حائل أغلب الإعلام كان يعارض هذا القرار ويطالب بأنه يحقق مع الناس المخطئين وينصف الناس المتطوعين الآن هذه خطوة إيجابية أنه تجهي لتحقيق مع الجهة المعنية ومع الشخص المدعي ثانيا الأمير النواف الآن عندما يعلن التمديد بناء على رأي لدارة قانونية هل لدارة قانونية أعطت مبررات ومصوغات بما يعني يجيز له هذا التمديد نقطة مهمة لازم أعرف الشيء المبررات مش أنا أتكلم عن نفسي أتكلم عن الرأي الآن خلنا فرض أن الأمير النواف اقتنع مئة في المئة بما أنه الرئيس العلى والمسؤول الأكبر واللي لما يتخذ قرار سيكون هو المعني أمام الجميع وليس أحد آخر نذهب معه توجهنا من النواف فيصل ولكن نقول لا للتأجيب مرة أخرى لا للتأجيب ولو يوم واحد ما علي شواء هو ذكر في مرة عشر أيام الآن نقولها مرة ثانية نذكر فيها يعني أمشي مع القرار وأمشي مع أي شيء يثبت العدالة العدالة وهذه النسر ننشده ليش نحن الآن مقبلين على الانتخابات للتحالات المختلفة التحالات العام مختلفة مقبلين على انتخابات جميع نومية لذلك هذه القضية يجب أن يبنى عليها العمل الجديد لمعنى أني ممكن أجي وأسوي انتخابات جديدة ورؤسها جدد بنظام جديد وأجيب كل ما سبق ألغي كل ما سبق أبدأ مرحلة جديدة نظيفة على فكرة اليوم ممكن يطلع لي واحد يقول لي والله أنا كان قبل خمس سنوات عندي كذا يجيني واحد معتزل والله كان عندي كذا فما أبغى شوه الرياضة أكثر منهم شوه الآن ليجب أن أضخط وأنتلقي لأمرحلة أخرى أنا أخي خلف عن نقطة هذه بعلق إليها بس دقي يا سيد محمد لماذا إنجاز اليد الذي قبل تحقق قبل فترة وجهزة وكل الناس تكلم عنه ولا يحتاج أن نزيد فيه وأساسا نفسهم المسؤولين سواء السيد عبد الرحمن أو السيد أبو سليمان في غينة عن أن يزيد لهم المدح والثناء ويشكرون عنه ذلك أنا ألتقيت واحد مصادفة لأول مرة ألتقي وهو من أعضاء اتحاد اليد ذكر لي أنه وأنا أعطيها باختصار سريع وأكيد الجهات المعنية تعرف ماذا يعني وبالذات لم ينواف والرئاسة العاملة للشباب والمسؤولين في كل الجهات المعنية في الرئاسة ما زال ما زال المحاسب الذي ينتدب من الرئاسة العاملة للشباب مع البعثات أي أن كانت البعثة ينتدب محاسب ما زال هو الآمر الناهي في البعثة ما زال المتحكم المسيطر على كل مجرات البعثة ماليا أتكلم ماليا وإجرائيا وأحيانا ممكن يعطونا ممكن يضم ناس اللي ليسوا في البعثة ممكن يسوف على اللاعبين ممكن يأجل دفعاتهم اليومية لثمانين ريال وهي شيء مخجل جدا مثل هذا الإجراء مزال ما زال قاهم لا أنا أقول الأمين نوم فيصل في إجراءات يجب أنها ما تستمر ولذلك أنا لازم أن أضع خط قبل الانتخابات الجاية خط أحمر خلاص وأنطلق المرحة جديدة وإلا في الأمين نوم فيصل نعم هو المحك وهذه مشكلة كبيرة جدا 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 يجب أن يكون فيها قرار قوي ويقطع كل التأويلات أنا بس أضيف نقطة تعليقها خير قبل أن أذهب وحيّل سيد خلف على موضوع الخط هذا بس أنا بغى أطوره أنه أنا أرجو من سمو الأمين نوم فيصل أنه يضع فترة محدودة لكل من لديه دعوة أو شكوى تحدد بزمن المثبتة أحسنت تحدد بزمن محدد أنه لا زي قضية نايف الجاويين أنت قاعد تحقيق 15 سنة هذا كلام مو صحيح أنا أجي بعد 15 سنة وأسوي الدعاءات على أمور بعضها ثابت وبعضها غير ثابت وبعضها انتهى وأغلب شهودها ماتوا عارف كيه يمكن أن أرشيفها أتلف أنا مفترض أني أضع فترة زمنية لتحريك أي دعوة لا تتجاوز سنة الآن في مكتب العمل أنت إذا رأت أن تحرك دعوة ضد صاحب العمل خلال عام واحد لا يجوز لك بعد هذا العام أن تحرك دعوة ضد صاحب العمل فنريد أن نأخذ أن أي صاحب قضية إذا لم تتقدم خلال عام واحد كأقصى حد تسقط حقوقها والآن توضع فترة سماح لتسوية القضايا القديمة يعني يعطوا شهرين في هذه الحدود وينظر للقضايا المتاح فتح ملفاتها اللي ما يتاح ما يتاح